حطيت اللوحة دي مخصوص عشان أفكرك تاني بعلوم البلاغ ليه لأن أنا هجيب أسئلة دلوقتي الأول اختيارية وعلى فكرة جيزة إياها قبل كده في الامتحانات اللي هي كانت امتحانات اللي عملها المركز القوم اللي امتحان وكانت امتحانات رسمية جاب حاجة على الكلام دو الأول علوم المعاني وعلم البديع وعلم البيان دي لعلوم البلاغ صحي كده؟ فهنا الأساليب اللي هي الأمر النهي لاستفهام التمني بتشمل علم المعاني المؤكدات؟ علم المعاني الإحاقات الألفاظ يعني اللفظ ده ناكرة ليه العلاقات بين الجمل؟ علم المعاني طب علم البديع اللي هو المحسنات البديعية وخد بالك المحسنات البديعية خدنا لها تأسيمة قلنا التباق والمقابلة والجناس دول في الشعر والنصر وقلنا التصريع وحسن التقسيم دول في الشعر فقط وقلنا السجع والازدواج اللي مكتوب باللسويت دول في النصر فقط وفي تأسيمة تانية قلنا اتباك والمقابلة دي محسنات معنوية. محسنات ايه? معنوية. طيب اعملها لك على الورق عشان ديه يخدم دوت. بص يا شباب. احنا قسمنا المحسنات البديعية اللي المفروض سيادتك تكون عارفها. قسمناها لنوعين. لفظي ومعنوي. وقلنا هنا ان المعنوي اللي هو بيهتم بالمعنى. ودولت بتعرفهم من خلال معناهم وده بيبقى واحد طباق. واتنين بيبقى مقابلة. ده المحسن المعنوي. وهنا قلنا اللفز بنعرفه من اللفز. وده دايما بيعطي او ده له اثر موسيقي. له اثر موسيقي. انما ده بيوضح المعنى. حتى يعني وبديديها تتميز الاشياء. ايه. يبقى انا بجيب الليل عشان ونهار. بجيب لك النهار عشان تعرف الفرق بينه وبين الليل. هنا ليه اثر موسيقي لانه بيبقى في الالفاظ. وده فيه عندي الجناس. وكتبته بلون. وهكتب البقين دي بقى الوان مختلفة. وعندي اتنين التصريع. وتلاتة حسن التقسيم. وهاخد اربعة وخمسة بلون تاني خالص. اربعة اللي هو السجع. وخمسة اللي هو الازدواج. يبقى انا عندي تقسيمين. لفظي ومعنوي واعرفنا ايه هو اللفظ والمعنوي. اللفظ اللي ليه اثر موسيقي واللي بعرفه من الشكل. طب ليه استاذ كتبت الجناس بالاحمر والطباق والمقابلة زيه بالاحمر. عشان دولة الاتنين كده دول بيجوا في شعر ونسر. شعر وايه? ونسر. تلاقيهم في الاتنين. طب والتصريع وحسن التقسيم دول شعر فقط. ده تقسيم تاني بقى. والسجع والازدواج نثر. فقط. طب وده هيفرق معايا يا سيد اه طبعا افرق معايا. انا اسألك في الكلام ده دلوقتي. طيب نرجع للوحيتنا. علم البيان اللي هو التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز مرسل. وما عنديش تقسيم لهم غير ان التشبيه والاستعارة دي علاقة مشابهة. والكناية والمجاز المرسل دي علاقة غير المشابهة. يعني ما فيهاش حاجة شبه حاجة. طب انت جبت لنا اللوحة دي احفظوا بس اللوحة دي كويس في ذهنكم في ذاكرتكم. يلا واحد اتنين تلاتة. السؤال بيقول ميز اللون البياني مما يالي. اللون البياني يا استاذ. احنا نسينا يا استاذ. هقولك ماشي. اخر مرة عشان خاطر ايه? ما نبقاش زعلناك. اهو بص يا سيدي. عشان مش هقدر اجيبها كل شوية. هي القبشن ده مش موجود غير في اللوحة دي. ماشي? نظرة سريعة عرفت ان الموضوع جد بقى اهو. اللون البياني اسلوب النداء. اسلوب النداء يا استاذ يعني اسلوب انشاء يعني علم معاني. لا ده احنا شبطار قوي. المجاز المرسل اه ده لون بياني. التوكيد ده علم معاني. اسلوب القصر ده علم معاني. يبقى المجاز المرسل. طيب السؤال اللي بعد يا استاذ يعني هتمشي معانا سنة سنة. يعني ادينا فرصة ما تحكمش علينا من اول مرة. ماشي. المحسن البديعي. انا قلت محسن بديعي وما حددتش نوعه. سبتها مفتوحة. التشبيه الضبني. لا يا استاذ تشبيه ما ينفعش. النهي. افكر يا استاذ ده النهي ده يعني اسلوب انشاء لا ما ينفعش. التصريع. اه يا استاذ ينفع. الاستعارة لا ما تنفعش يبقى التصريع. طبعا انا بفكر عشان اديك فرصتك تجاوب يعني. بعد كده. المحسن البديعي برضو. الجناس النقص. ولا الامر ولا الازدواج ولا الاولى والتالتة. بص مش اي اولى والتالتة تاخدها على طول. بس انت تأكد الاول. الامر ده اسلوب انشاء. الجناس الناقص اللي هو الجناس ده محسن. الازدواج محسن. ماشي? يبقى الاولى والايه والسالسة. الاسلوب الانشائي. التماني ولا السجع ولا القصر ولا الكنائي. خلاص بقى احنا بقين عارفين. ان الانشائي امر ناهن ده استفهام تماني. خلي بالك احنا بنرجع بلغة كده احنا شغالين. لما خدنا الاستعارة راجعنا معها تشبيه. والاسئلة دي براجع معك كل البلاغة اللي انت ايه خدتها. طب الاسلوب الانشاء احنا قلنا ايه? التماني خلاص. ريسينا على انه التماني. بص بقى بدأنا ايه نخصص شوية. المحسن زال اثر الموسيقي. ترجع بقى للوحة بتاعتي تانية ريت تجيبها لنا. اللي ايه اللوحة اللي على الورق? ها? بص كده بقى للمحسنات عشان برضو تبقى اخدت فرستك? ماشي? حكاية الطباق المحسن الموسيقي اللي هو الايه? هل هو الطباق ولا السجع ولا الكناية? ولا التانية والايه? والتالتة. ماشي? هنا المحسن اللي اثر الموسيقي انا قسمتلك تقسيمة. قلتلك اللي ليه اثر موسيقي اللي كتبتلك على الورق اللي هو المحسن اللفظي. صح كده? ماشي. طيب نجيبها كده قدام ابنائنا. في لفظي وفي معنوي. اهو. اللفظي اللي هو الجناس التصريع حسن التقسيم السجع اللي ازدواك. دي هتسهل علينا اه طبعا. لان انت عندك في محسنين في طباق وفي سجع موجودين في اللوحة. نجيب السؤال هتلاقي الطباق والسجع موجودين عندي. هاخد منهم ايه? ها? من اللي ليه اثر موسيقي? الطباق ولا السجع يا شباب? طبعا اللي ليه اثر موسيقي معروفة هو الايه? طباق لا اجابة خطئة. وما اللي هو الايه? هو الايه? السجع. لان انا قلت جناس تصريع حسن تقسيم سجع ازدواج فهنا منهم السجع. دخلنا بقى في التخصيص برضو في اللون البياني. ومشان نرجع بقى خلاص التعبير المجازي بالمشابهة. مشابهة يعني حاجة شبه حاجة. خلاص دي محسومة. مشابهة يعني يا استعارة يعني يا تشبيه. بس. طب نشوف انا عندي ايه في الاختيارات? انا عندي مجاز مرسل ما ينفعنيش. عندي استعارة تنفع. عندك ناية ما تنفعنيش? يبقى الاولة والتالتة ما تنفعش. يعني ما تمشيش ورا اي حاجة. حتى لو كتب لك التانية والتالتة عشان الاستعارة انت عارفها. في طلبة مجرد ما كل ما سبق. الاولة والتانية. التانية والتالتة. كلها صحيحة. مش عارف ايه? يجري على الايجابة اللي زي دي. لكن هي الاستعارة. دخلنا بقى على ايه? ابيات. احنا كده اختبرناك في التأسيمة. عشان نشوف انت حافز المساميات الجديدة. نشوف الصوفتوير اللي احنا عملناها. اعادة البرمجة اللي عملناها للالفاظ نفعت ولا لا. نشوف بقى كده. يا مصر انت الاهل والسكن. وحما على الارواح مؤتمن. اه. حبك عهدك في نزاهته والحب حيث القلب مرتهن. ماشي? نقول للابيات تاني. يا مصر انت الاهل والسكن. انا بقى ارى هالك بس كده مرة. وبشوقك ليها وبعدين ابدأ اجيبها لك. عشان قطر تسمعها. لان لو كتبتها انت هتركز في الكتابة مش هتسمعها مني. فانا عايزك تسمعها. وحما على الارواح مؤتمن. حبك عهدك في نزاهته والحب حيث القلب مرتهن. طيب. نشوف بقى السؤال بيقول انت فهمت كده الابيات. اه راجل بيخاطب مصر. بقول لها انت اهلي. انت سكني. ماشي? انت الحمى اللي بيحافظ على الارواح. ماشي? وهنا بيحب مصر حب نزيه. وعايز يقول ان الحب حيث القلب مرتهن. يعني الحب مرتبط بالقلب. يعني لها كزا دلالة. لها عايز يقول للمصر ان حبك في قلبي. او عايز يقول ان القلوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. العاطفة المسيطرة على الشعر في البيتين السابقين ايه? انا مش هسيبك تفكر وتقعد تقول هكتب ايه انا جايب لك اختيارات. التفاؤل? ولا الامل? ولا حب الوطن? ولا حب الزات? طبعا واضحة. خلاص طالما قالي يا مصره وانتي وانتي وحبي كعائي خلاص يبقى دل ايه? حب الايه يا شباب? حب الوطن. طب الاول طالب قال لي هاتلي الابيات ايه? الابيات قدامك اهيه? خلاص تأكد انها حب الوطن? نقول بقى حب الوطن جواب نهائي. يبقى ازا هنا العاطفة المسيطرة حب الوطن. يا مصر انت الاهل والسكنه وحمن على الارواح مؤتمنه. جبت بيت واحد هنا نوع الخيال فيما تحتها خط ايه? يا مصر. خلاص يا استاذ بقى. ده انت اديتها لنا كده ببلاش وقلت لنا دي سابت. سابت بلاغي. احنا تعلمنا حاجة اسمها السوابت الاعرابية. لكن السوابت البلاغية اه دي سوابت بلاغية. بس نشوف السؤال الاول ايه? هو بقول نوع الخيال. لكن لو قال لي نوع الاسلوب حاجة تانية. فهنا يا مصر نوع الخيال طبعا صور مصر. كأنها انسان. الانسان مش موجود يبقى صح ظلط استعارة متنية. ما فيش في بقى ايه يا استاذ تبديدنا اسئلة غلط. ما فيش استعارة مكنية يا سيدي ماشي ما فيش استعارة مكنية. بس هل هي تشبيه? هل هي كنية? هل هي مجاز? هي استعارة خلاص بقى تاخد الايه? الاستعارة. ما طلبش منك التخصيص قوي. لو تجب بقى استعارة مكنية استعارة صرحية هو ده اللي انت تاخد المكنية. طب نوع الاسلوب فيما تحتها خط. يا مصر. يا استاذ الاسلوب يا خبري يا لفزي. يا خبري لفزي انشائي. عفوا يا خبري يا انشائي. يا خبري لفزي انشائي معنى. طب هنا يا استاذ الانشائي اللي هو امرنا هي نداء استفهام. طب ما انا عندي اهو? يا مصر. ده ايه? نداء صح? طب نرجع معلش يا سيدي عشان انت جبت الاجابة على طول. نرجع تاني. يا مصر اسلوب انشائي. صح? وفي عندي اجابة بتقول نداء للتعزيم. خلاص. يبقى ازا التانية والايه? والتالتة. طب ما تنفعش خبر للتعزيم? لا لانه مش خبري اصلا. طب. يا مصر انت الاهل والسكن. قلت بالك بقى. انت الاهل والسكن. انت مبتدأ ايه? والاهل ماشي? خبر ايه? والسكن ومعطوف. المهمة انت الاهل والسكن. ما اجا اقول لك مسلا ايه? انت الامل. وانت المنى. يبقى كايني بصورك بالامل بصورك بالمنى. دي صورة المبتدأ والايه يا شباب. دي صورة المبتدأ والخبر. ويمكن الحلقات دي ساعات بيتفرج عليها طلابنا في تانية سنة وفي تالتة سنة واللي بيحبوا يجيبوا البلغة من من تحت من السفر زي ما بيقول. فهيعرف ان انت الاهله هنا ده مبتدأ وخبر والاتنين جايين معرفة. يبقى ده اسمه اسلوب قصر بتعريف الطرفين. انت الاهل عشان يفيد التوكيد والتخصيص. ماشي? بس هنا يخصني في الموضوع بتاعنا. انه صور مصر كأنها الاهل والسكن. يعني يا استاذ هي محسومة انها تشبيه. اه طبعا ما انا كاتب لك نوع التشبيه. يعني انا حسمتها. طب نرجع بقى لنوع التشبيه. هو التشبيه هنا يا استاذ. واضح ولا خافي? لا واضح. يبقى مش ضمني. استبعد ضمني. طب يا استاذ هو بيشبه حلة بحلة? لا ده بيشبه مصر بالاهل والسكن. خلاص يبقى ده مش تشبيه تمثيلي. خلاص يا استاذ سهل قوي. انا اعرفها من خلال عدد الاطراف. لو عندي الاربع اركان. اللي هم المشبه والمشبه به. وادات التشبيه وواجه الشبه انا برجعلك كده بلاغة. برجعلك التشبيه. يبقى ده مفصل. طب يا استاذ لو حزفت الاداء وواجه الشبه يبقى مجمل. طب لو حزفت الاداء وواجه الشبه الاتنين يبقى بليغ. طب ما انت عندك هنا المشبه والمشبه به وجايين على صورة المبتدأ والخبر يبقى تشبيه قليغ طبعا ايجابة سهلة وواضحة وانا كنت عارفها يا استاذ ماشي خلاص انا مش بقول عليك انت شواطر انا مش بقول عشانك انت انا بقول عشان زميلك اللي ما يعرفهاش طيب نوع المحسن البديعي في البيت البيت ده الاول يا استاذ اه نورتني يا استاذ ما احنا متفقين ان البيت الاول اتفاق اخر شطري البيت الاول السكنو مؤتمنو اهو نون نون يبقى ايزا ده تصريع يا استاذ فيه تصريع في الاختيارات اه تصريع يعطي جرسا ايه موسيقيا حبك عهدك في نزاهته ده تشبيه يا استاذ يا استاذ انت بتغششنا لا مش بغششك ما هو اصلا طالما قال كه جاب اداد تشبيه خلاص يبقى الصورة منتهية تشبيه طبعا عايزة اعرف نوع التشبيه يا استاذ هقولك نرجع للعلمته لك هو شبه ايه هنا بنا شبه الحب بالعهد تمام اذا الصورة واضحة يبقى مش ضمني الحب ده حاجة واحدة صورة مفردة يبقى مش حالة بحالة يبقى مش تمثيلي نرجع لعدد الاطراف شبه الحب بالعهد اداة التشبيه الكاف واجه الشبه في النزاهة يبقى ايزا هنا كل الاطراف يبقى تشبيه مفصل احنا بنراجع التشبيه واحنا شغالين يا شباب بنقول الملحوظة تعالى كده ناخد بقى ابيات جميلة كده لطيفة للشاعر الشاب الظريف هو اسمه كده يعني مش هيقولك نكت يعني ده هيقولك ابيات شعرية وجدة جدا مش مش حاجة كوميدية يعني لا تخفي ما صنعت بك الاشواك واشرح هواك فكلنا عشاك قد كان يخفى الحب لولا دمعك الجاري ولولا قلبك الخفاق واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوصاله وللهوى اخلاقه كلام جميل جدا جدا يعني ما تاخدوش على انه للغزل بس خدو انه ينفع في كل حاجة ينفع في جميع العلاقات الاجتماعية مش شرط العلاقة بين المحبين وان كان هو في ظاهره الغزل يعني لكن هو في باطنه نصائح لا تخفي ما صنعت بك الاشواك واشرح هواك فكلنا عشاك يعني مش شرط ان احنا نكون عشاك لحاجة معينة مش لازم العشق يكون لانسة يا شباب هناك العشق الالهي حب الله سبحانه وتعالى هناك العشق الابوي حب الاب لابناء والعكس صحيح ماشي هناك العشق يعني الصداقة بس مش العشق بمعناها الوحش ولكن هنا ان انت يعني بتحب صديقك ومخلص لي جدا انت بتحب الصداقة نفسها فبالتالي بتفي وعندك وفاء واخلاص لهذا الايه الصديق وهنا المهم الاسلوب السائد في الابيات لما يجيب لي حاجة زي كده بيقول لي الاسلوب في السائد في الابيات بقى خلاص بقى احنا مش هتجيب لك حاجة ونقول لك دي اسلوب هايه لا ده نعايزك تفكر معايا هل هو الاسلوب الخبري احنا عارفين يا استاذ الاسلوب خبري انشائي خبري لفظ انشائي معنى العلمي ده ما سمعناش عنه يعني مستبعد طيب الاول هبص للابيات لو لقيتها فيها امر نهي ده استفام تمني يبقى ده انشائي اي حاجة غيرها تبقى يا خبري واحتمال تبقى خبري لفظ انشائي معنى لو هي دعاء والدعاء معروف جزاك الله خيرا حافظاك الله بوركتا صحقتا محقتا يعني مش تازم الدعاء يبقى بالخير ممكن يبقى كمان بالايه بالسوء بس احنا هندعلكم بكل خير ان شاء الله وياريت انتو كمان تدعونا بكل خير لان احنا محتاجين دعواتكم دايما اي حد في المجال الخدمي بيبقى محتاج الدعوات ليستمر هذا الايه العمل لا تخفي ما صنعت بك الاشواق يا استاذ لا تخفي نهي واشرح واشرح هواك فكلنا عشاك واشرح يا استاذ دي امر يبقى البيت الاولاني خلاص الاسلوب الغالب فيه نهيه امر يعني اسلوب انشائي قد كان يخفى الحب لولا دمعوك الجاري ولولا قلبك الخفاكم مفيش يا استاذ ده اسلوبه خبري انا مش شايف حاجة خلاص بص التالت بقى واصبر على هجر الحبيب اصبر امر صحي كده اذا ايه انت بلاحظ ايه فيه بيتين فيهم انشائي وبيت واحد فيه خبري يبقى الاسلوب السائد طبعا هو الاسلوب الايه الانشائي دي حاجة بسيطة يعني حسابات رياضة بالورقة او الالم زي ما بيقول لا تخفي ما صنعت بك الاشواق وركز بقى معي عشان دخلنا في الجمال بقى نوع الخيال وخيال يعني تعبير مجازي على طول احنا في الفصل الدراسي الاول تركيزك بيميل للتشبيه او الاستعارة المكنية لا تخفي ما صنعت بك الاشواق ودور لي بقى على الايه المشبه والمشبه اولا هنا بيقول لا تخفي ما صنعت بك الاشواق يعني صور ما تصنعه الاشواق كأنه شيء مادي يخفى سيبك من دية سيبك من دية مش واضحة يا سيدي لكن صنعت بك الاشواق وهي الاشواق بتصنع حاجة بحد لا يبقى صور الاشواق كأنها مؤثر او كأنها انسان يؤثر في غيره او صور تأثير الاشواق بشيء مادي لا تخفي لشيء مادي احنا بنخفيه. طب يبقى هنا نوع الخيال ايه? اكيد طبعا صورت حاجة بحاجة والحاجة مش موجودة. صورت حاجة بحاجة والحاجة مش موجودة. يعني صح غلطي بس تعارة مكنية. خلاص هي مش تشبيه. بس استعارة. طيب. نوع الاسلوب في البيت. لا تخفي ما صنعت ما احنا يا استاذ لسه ايلينا من شوية. لا تخفي نهي. واشرح امر. يعني اسلوب خبر يا استاذ لا. طب يا استاذ ما انا هاخد اول اجابة تقابلني انشاء امر للنصح ماشي? بس هو كمان انشاء نهي للنصح. يبقى التانية والايه والتالتة. اه الابياد يا شباب مش اكتر من انها تدريب. مش اكتر من انها تدريب على البلاغة. يعني ابدربك على البلاغة. عشان كل ما تحل كتير كل ما تزداد خبرة وتسقل موهبتك في الايه البلاغية او يسقل اه حاس تسقل حسة التزوق عندك. اه لا تخفي ما صنعت بك الاشواقه واشرح هواك. ليه يا عم ما اشرح هواك? فكلنا عشاق. يبقى هنا كلنا عشاق دي هي السبب اللي بين اللي انا بطلبه. تعليل ما قبلها طبعا. يبقى دي تعليل ودي العلاقات عشان الطلبة تبقى فهمة. ذهبتوا الى المدرسة اللي اتعلم. اشرح هواك. فكلنا عشاق. طيب. في طالب كده عمالي يا استاذ اتعمالي تقول لي اه اه اتقول لي اشواق. عشاق. هو ده بيسموه يا استاذ. هقول لك ارجع كده انا جايبها لك البيت رقم كم رقم واحد. خلاص. يبقى انتهاء الشطرين? ها? اتفاق شطرين البيت الاول اسمه ايه? جنس? لا. سجع. بص السجع ده مستبعد لانه لا يأتي الا في النسر واللي ازدواج ده مستبعد. فانا انا اخدها افضل على انها ايه? تصريع. على اساس التصريع هنا اوقع مكانه ويبقى يعطي جرسا ايه? موسيقيا. قد كان يخفى الحب. خد والنبي شوية الحب دول. حطهم لي في مكان امين عندك ولما عوزهم هطلبهم. هو مش ده اللي بيحصل. مش بيقول لك خد شل الفلوس دي عندك امانة. حد عند حاسس ان شخص امين. فبقول له خد خبيلي دول. الحاجات اللي بيدها له محسوسة ملموسة. لكن انا اقدر ادي لك الحب بتخفيه. او انا ااخد الحب واخبيه. لأ طبعا. يبقى يخفى الحب. هنا دي صورت الحب. ايه ده يا استاذ يعني تشبيه? لأ اصبر. انا صورت الحب نديله صح. كانه الشيء مدي. الشيء مدي مش موجود. فيه صفة من صفاته. يبقى ده استعارة مكنية. طب خلاص المهم انه مش تشبيه يا استاذ. يبقى اخد استعارة. بعد كده لو انا جيت امت قايل. لولا دمعك الجاري. بص بقى هي دي فيها كزا حاجة. اول حاجة فيها حاجة احنا شرحناها. دمعك الجاري. وايه اللي بيجري يا شباب? المية. يبقى صورت الدمع كانه انسان يجي كانه ماء جاري. طب ما هو الدمع فعلا يا استاذ بمية. يبقى ما فيش صورة هنا. عشان خاطر الطالب ما يقوليش دي استعارة. صح كده? طب دمعك الجاري هي الدموع. امتى الدموع تبقى نزلة تجري? الدموع دي بتنزل نقطة نقطة. طب جاري امتى لما تكون الدموع ايه كتيرة? يبقى دي حاجة احنا لسه ما خربناهاش بس عارفتها. ان دي مش علاقة مشابهة. هو دموع وفعلا نزلة بس انا عايز اقول ان الدموع دي كتيرة. يبقى دي كناية عن صفة وهي قسرة ايه الدموع. حتى كده من 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 الكناية عشان ما تقيبك موتش يعني. ايه نعمة والتركيز في الانتحان ان شاء الله يبقى على التشبيه والاستعارة. لكن وارد يجي حاجة زي كده. طيب واصبر على هجر الحبيبي فربما عدى الوصال وللهوى اخلاقه. بقولك اصبر على هجر يعني بعد الحبيب. يمكن يعود الوصال يعني اللقاء وللهوى اخلاق يعني عايز اقولك الحب ليه برضو قواعد. مش الحب ماشي كده اوانطة يعني. يبقى ازا هنا الهجر والوصال عكس بعد يا استاذ. طبعا انا بستبعد التصريع. بستبعد الترادف لان الترادف مش من محسنات البديعية. يفضل التباق والجناس. انا عندي هنا الايه هجر والوصال ده تباق. طيب بعد كده فربما عاد الوصال. اه يعني انت تبقى قاعد كده. الناس هجروك. وتبقى قاعد كده. وتلاقي احد يقول لك ايه الحق ايه الحق. الوصال راجع او انا شاف الوصال جاي. الوصال ده علاقة يا شباب. ده علاقة. يعني حاجة ما بتعودش حاجة معنوية. حاجة معنوية. هو انا مش ممكن اقول لك ايه ده 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 عدل حبه بيننا. اه خلاص مش عدل. عدل وفاقه بيننا والوفاق بيعود. هو شيء مادي. فهنا على سبيل المجاز المجاز صورت الوصال كأنه شيء مادي بقى ايه استعارة. اعتقد جايب لك ابيات. يعني تنسف وتوضح وتفرق ما بين التشبيه والاستعارة. واعتقد دي كانت اخر حاجة معنا النهاردة في.